أهلا بكم وأسعد الله أوقاتكم بالصحة والعافية اسمحوا لي في البداية أقول شوية معلومات مهمة عن أهم عضو في جسم الإنسان وعلى الرغم أن وزنه صغير من 300-400 جرام على حسب النشاط البدني للإنسان لكن دوره حيوي ويستمر على مدار الساعة وعلى مدار اليوم وظيفته الأساسية هي ضخ الدم لجميع أجهزة الجسم العضو الحيوي ده متوصل بشبكة من الأوعية الدموية بيصل طلها الميت ألف كيلو متر وبيضخ الدم بمعدل أربعة مليون نبضة في السنة سبحان الله المشكلة الأساسية أن العضو ده لا يتجدد يعني أي جزء منه بيحصل فيه عطب أو خلل لا يجدد أكيد عرفتوه هو القلب أي وفعلا هو القلب وده الجانب المادي اللي كلنا عارفينه لكن في جانب تاني مهم حقول لكم عن إيه سيما واحد بيقول أن القلب هو مسؤول عن الحب والعاطفة يمكن يكون هو المفتاح بس مش هو العضو الوحيد لأن المخ والعين والسمع والهرمونات كلها مسؤول عن الحب والعاطفة أنا أقصد بالجانب المهم التاني الجانب اللي ربنا نبهنا إليه في القرآن الكريم اللي هو الاعتقاد والإيمان والأهمية القلب نبهنا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ذلك في أكثر من حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وقال أيضا صلى الله عليه وسلم الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل وأشار صلى الله عليه وسلم إلى صدريه ثلاث مرات وقال التقوى ها هنا عندنا في القرآن والسنة ثلاث مسميات لمنطقة القلب أولهم القلب ثانيهم الفؤاد ثالثهم الصدر فما الفرق بينهم القلب هو العضل والفؤاد الحيز اللي داخله القلب والصدر هو الحيز الأوسع قال الله تعالى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أربطنا على قلبها لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين فالله سبحانه وتعالى أشار إلى فؤاد أم موسى بأنه أصبح فارغا لولا أن ربط الله على قلبها وقال أيضا سبحانه وتعالى ألم نشرح لك صدرك والصدر هو الحيز الأوسع للقلب فالقلب والفؤاد والصدر ثلاث مسميات مختلفة تشير إلى العقيدة والإيمان كل عضو في جسم الإنسان لدور محدد فإذا خرج عن حد الاعتدال والصحة أصبح مريضا عند حضراتكم العين مثلا ليها حد للإستخدام لو زاد بتتألم العين وبنشعر بالمرض كذلك البطن وأي عضو آخر فالألم يعتبر ظاهرة صحية تنبه إلى مرض في العضو وأخطر أنواع الأمراض التي لا تشعر فيها بالألم زي السرطان مثلا إلا في المراحل المتأخرة وكذلك القلب ولأن له دور مادي ودور معنوي فله العديد من الأمراض المادية والمعنوية هنخلي أمراض القلب المادية للمتخصصين في أمراض القلب إحنا دلوقتي هنتكلم عن الأمراض المعنوية للقلب أمراض القلب المعنوية نوعين أول نوع هو مرض الشبهات زي الشك والكفر والنفاق وتاني مرض هو مرض الشهوات زي حب المعاصي والذنوب مطلوب مننا جميعنا أن نحن نحضر من أمراض القلوب لأنها إذا تركت بدون علاج تزداد قال الله تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكلبون علة المنافق الحقيقية في القلب فهو يرى الحق باطل والباطل حق ويشتبع عليه وده من أمراض الشبهات قال الشيخ الشهراوي رحمه الله أن حد الاعتدال للقلب أن يكون فارغا تماما حين تعرض عليه أي عقيدة وبعد أن يناقشها ويتأكد من قوة حجتها يقبلها ويدخلها إلى قلبه فالقلب الواحد حيز واحد لا يقبل عقيدتين بل عقيدة واحدة قال الله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ولأن الله سبحانه وتعالى أغنى الشركاء عن الشرك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليشرك جعل الله الجزاء من جنس العمل للأصناف السلاسة المتقون والذين كفروا والمنافقون فزاد الله المتقون هدى على هدى وختم على قلوب الكفار لأنهم كفروا وكذلك زاد قلوب المنافقين مرضا على مرض وسواء كان مرض القلب اللي عندنا مرض الشهوات أو مرض الشبهات يجب أن نبادر بالتوبة منه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اشتنابه جزاك الله خيرا